اشتركوا في القناة اداء رجولي اداء فيه فنيات اداء خططي بصراحة كان اداء مزل ما يخطرش على بال حد بصراحة نشرفونا بصراحة وشرفوا الكرة المصرية كان الحقيقة اداء مبهر ومشاء الله عليهم يعني وانهم يحققوا مركز تاني للعام التاني على التوالي ده حاجة طبعا كويسة جدا وتحسب طبعا للفري الأول والمجلس الإدارة والنادي الأهلي عموما يعني ومش غريبة عن نادي الأهلي احنا دايما بنتوقع منه وان شاء الله كان نفسينا والله يوصل نهائي ويلعب على المركز اول او تاني بس الحمد لله يعني قدر لو ما شاء فعل وقابلنا الهلال السعودي وعملوا مطش طحفة يعني الحمد لله وشرفوا النادي الأهلي وشرفوا الكرة المصرية والأفريقية الحمد لله رب العالمين الهلال عمل مباراة من أمتع مباراة الأهلي ومن أحسن مباراة الأهلي يعني أم قدم فيها الكرة اللي هي بتاع الأهلي ومتع الناس كلها ومتع الناس لدرجة المزيع بقى مش بيزيب متمتع بالنادي الأهلي فأنا متشكرين للنادي الأهلي لعبت النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الدار برئيس الخطير احنا مقصدين جدا وفرحين بأهلي واحنا فخورين بأن احنا أهلوية احنا كنت منتظر ان نوصل نهائي اه طبعا اه طبعا المتشلت اولا انت عن فريق مكسيكو احنا كنا منتظرين نقصد ده طبيعي على فكرة وانا زعلت جدا من فرمان ماتشو بالمرأسة عشان الفرقة على فكرة اسهل بطولة كان ممكن لها ليوصل فيها لنهائي شيلسي مش هو الفريق اللي يخدم بعد ما شفناه مع الهلال مش الهلال قطع شيلسي في الشوت التاني احنا عملنا ايه مع الهلال احنا عملنا درس بالكورة العربية بالكامل الناس اللي كان بتخاف تقولي انتوا خايفين تلعبوه تخايفين تلعبوه طبعا احنا اللعبنا من اللي كان خايف من مين بقى مش حاجة جديدة عالاهل اللي عملوا يعني يعني حاجة صراحة يعني اكتر ما كنا نتوقع ما كنا بس متوقعين اني الاهل يقدي اداء مشرف فكمان لما يقدي اداء مشرف ويفوز كمان بالمديليا البرونزية دي حاجة مش جديدة عالاهل يعني احنا عايز بطولة الدوية وبطولة أفريقيا ونوصل للنهائي في كلاس العالم اللي عندها عربة ان شاء الله ان شاء الله بطولة البطولة الأفريقية وبعدين ياخد كاس العالم اللي عندها عيل ما طبعا البطولة دي كان سهلة بس يالنا ليش نصير احنا دلوقتي بنطمع مش البلونزية بس لا عايزين نهد كاس العالم اللي عندها عايزين بطولة أفريقيا بطولة الدوري ثولت الكاس لان جمهوري العيلي ما بيشبعشي من البطولات عايز يوفوز بكل البطولات طم ما عنا بقى اه طبعا طبعا بطولات لكن احنا برضو بنشكرهم على كل اللي هم بيعملون لان طبعا ما فيش حد بيبقى على طول كده لازم برضو بس يرعونا ان احنا مشاعرنا طمعين احنا كده هنعمل ايه طيب عاوزوا ياخد البطولة الافريقية ويروح كس العالم تاني ونغير لون المدل يحافظ على نفس المستوى والمرة الجاية بقى فضية زهبية بقى ان شاء الله بإذن الله كل البطولات اللي بياخدها بيبقى دايما مرشح ليها ويحققها الدوري والكاس وان شاء الله برضو ياخدوا طولة افريقيا تاني وخشوا كس العالم الانديها تاني ان شاء الله بإذن الله وهو النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي الحمد لله رب العمين عيزة دايما عالي كده والنصر بتاعه عالي في السماء على طول بإذن الله احنا كده طمعين النادي الاهلي كده دايما طمع في البطولات وان شاء الله حيحققها ان شاء الله ان شاء الله زيما احنا متعودين لا أريد شيئا اذا كم نحن نبيل ونحن نبع criminal هذا كل ما عن ضربة النجاح يعني أنت عودت جمهورك على هذا فالجمهور خلاص بقى سقف طموحاته وكل ما بتكبر كل ما سقف الأحلام والطموحات يكبر معك الجمهور ده اللي انتوا شفتوه وبيكلم على نفسه في كسبان اتنين دوري أبطال أفريقا آخر موسم هو موسم واحد مش موسمين هم موسمين دخلين في بعض في موسم واحد جايب اتنين دوري أبطال وجايب اتنين سوبر أفريقي وجايب اتنين برونزية عالم ولو قسر بس بطولة واحدة حتى لو صغيرة كده محلية محطوطة في الركن كده يزعل جدا ويتقهر ويتعصب وعصبه وتتشد وقال لي ازاي البطولة تضيع مني واللي قاله الكلام او الكلام اللي تقال ده هو العالم الكامل هو ده حلم جمهورنا دي لأهلي دوري أبطال دوري محلي طبعا سوبر مصري كاس مصري والسنة الجاية البرونزية غير كافية البرونزية لن ترضي طموحات الجماهير احنا عندنا لتلاتة برونزية عايزين واحدة فضأ واحدة دهب بقى وان شاء الله بإذن الله وليه لأ والله يعني انا شايف انه السنة اللي جاية دي مع الفريق اللي خد الخبرات العظيمة دي وحقق البطولات دي بقى عنده المقاومات اللي تسمح له ان يروح وينافس بجد على لقب الأفضل في العالم وان شاء الله بإذن الله مع رؤية مجلس الإدارة ومع شركة الاهلي لكرت القدم انا شايف ان الحلم ان شاء الله بإذن الله مش بعيد خلينا نتكلم على البطولة ومكاسبها وخلينا اقول ان واحد من اهم مكاسبها كمان الاداء والروح والحلاوة والمتعة اللي افتقدناها كنا بنكسب اه في اوقات كتيرة جدا وحقق بطولات لكن جمهور الاهلي ما كانش شبعان كورة قوي بس الحقيقة اداء رجالة في البطولة دي شبعنا كورة وعايزين نحافظ على ده وده هيكون سؤالي الاول طبعا نضفنا ونجمينا النهاردة كابتن محمود سامير اللي بيشرفنا في السادسة مساء اخير كابتن محمود بسان نور وبتشرف دايما لما يكون متواجد معاك ومتواجدك في اهلي نور الدنيا مبروك طبعا بداية مبروك علينا مبروك على جمهور النادي الاهلي على مجلس دارة النادي الاهلي ببارك لكابتن محمود خاطيب ومجلس دارته بالكامل ببارك للعيبة والجاز الفني العيبة رجالة تستاهل الفرحة تستاهل البطولة تستاهل النتيجة اللي حققوها في كاسعالم الاندية رغم من طبعا زيما الناس كلها قالت كان الناس بتطمع ان نادي الاهلي حقق برونزية او زهبية ويوصل نهائي لو كان فيه تكافه فرص كابتن محمود كان ممكن جدا الاهلي يكون موجود في المطش حكيت طبعا بس يعني برضو لعبت في ظروف صعبة جدا جدا وخليني برضو اقولك ده انطباعي واحساسي بجمهور الاهلي يعني بحبش اتكلم باسم الجمهور لانه انت عارف فيه اراء كتيره جدا بس الاهلي لو مكنش حقق برونزية في البطولة دي الجمهور مكنش هيباز علامة طبعا طبعا صح ولا ايه ومن قبل ما الناس اللعيبة تسافر البطولة كاسعالم الاندية والجمهور مكنش هيزعى لو لاقدر لك ان حصل حاجة غير ان الاهلي حقق برونزية لان الناس عارف ان كان الاولوية المنتخب مصر ونادي الاهلي وقدرته طبعا قالوا الاولوية المنتخب مصر فما كانش حد يزعى لو ما كانش النادي الأهلي حقاً مدية في كسع المقندي مهدي مكافأة إلهية يعني جزء منها الحقيقة تقدير ربنا سبحانه وتعالى للتضحيات اللي قدم على النادي الأهلي اللعيبة قد ترخرهم والحمد لله نجحنا على المستويين نجح ما كانش كامل على مستوي المتحد كان نفسنا نكسب البطولة وما كانش كامل على مستوي النادي الأهلي كان نفسنا نكون في المباراة النهائية لكن أعتقد أنه ربنا اداني على قد ما نواينا وعلى قد ما جهودنا عشان كده بقولك اللعيبة قد ترخرهم قدوا بطولة رائعة طمعنا بعد أول مباراة مونتيري لا بني وينك كنت متوقع المكسب لا بصراحة خالص يعني كنت متوقع يكون الأداء كويس بس ممكن ما بقاش فيه مكسب لكن الجمهور لما شاف لعيبة النادي الأهلي وهي بتموت نفسها في أول مباراة وعايزة تثبت أن نحن على قدر المسئولية بعد غياب 9 أو 8 لعيبة أساسيين من التيم دي حاجة كبيرة جدا أي فرقة ممكن تنهار وهي عندها 8 لعيبة أساسيين مش متوقعين لكن اللعيبة كانت على قد المسئولية كل اللعيب كان نازل كان عايز يزبت نفسه لا أنا زي اللعيب الأساسي اكتهدوا وتعبوا وبذلوا مجهود عشان كده ربنا كافئهم بالمكسب أول مباراة ده اللي خلى جمهور لنادي الأهلي يطمع أنه يوصل نهائي وفعلا زي ما الناس قالت قالوا حاجتين مهمين جدا أول حاجة أنتوا فعلا شرفتونا في البطولة كأداء وكرجولة وده الطبيعي عن نادي الأهلي وتاني حاجة أنه فعلا كنا نفسنا نادي الأهلي دي كانت أفضل بطولة أو أسهل بطولة من وجهة نظر الجمهور أنه أنت ممكن توصل فيها نهائي مع تشيلسي وتعمل نتيجة إيجابية بعد المباراة لنا شفتها تشيلسي والهلال لكن قدر الله ما شاء فعل أنه ناخد برونزية تاني عامة التوالي دي حاجة كويسة جدا وده مكافأة للعيبة والمجلس قدرته أنا هتكلم معك بقى عن موسيباني شوي الرجل قدم مطشات كتير كبيرة وحلوة يعني ما حدش يقدر ينسى مطش الوداد أول ما تولى خاصة لمباراة الكبيرة هي كلها كبيرة كلها كبيرة وصعبة يعني مشاركته الأولى في كاس العالم موجهته البالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل ونجاحه في أن يتعامل مع فريق بالحجم ده وأنه يحاق بروزيه دي مطش كبير مطش الدحي القطري بشوفه واحد من المطشات الكبيرة الوداد والنهائي في النجمة التاسعة بشوفه مباراة كبيرة الترجي رايح جاي في النجمة العشرة كايزر شيفز مطش النهائي سوبر نهضة بركان والرجاء كل دي مطشات كبيرة لكن أنا بشوف المطشين بتوع منتري المكسيكي مع مقدمات وظروف الصعبة على أي مدير فن وبرف منتهى صعوبة متضرش تلوم عليه في أي شيء وأنه يلعب مباراة بيلة كده ويجي دي استخدام الأوراق اللي عنده دي واحدة من أحلى المطشات مطش الهلال السعودي اللي كان عليه كلام كتير جدا ومقدمات مش لطيفة جدا ورغم كده الحقيقة يقدم العرض المبهر والقوي وحق البروزيه الثالثة بشوف أن المطشين دول موسيماني مع الأهلي في حتة تانية دايماً هفضل أقول اختيار مجلس إدارة نادي الأهلي لموسيماني اختيار موفق جداً أنك تختاره من دمنه مدربين مرشحين أنت باصص لحاجة معينة باص ندوة من أفضل مدربين في أفريقيا عارف يعني إيه بطولة أفريقيا عارف كيمة النادي الأهلي ودايماً المدرب المدير الفني اللي بيمسك نادي الأهلي بيعرف كيمة النادي الأهلي هو اللي تاخد منه أداء وتاخد منه بطولات وتاخد منه نتائج وتاخد منه كل حاجة خاصةً موسيماني يعني أنا دايماً بقول أن الراجل ده مدير فني زكي جداً بمعنى أنك فنيشت الموسم اللي فات وانت خسران دوري الناس كلها بتتكلم لازم تغير من الأداء لازم تغير من الطريقة لازم نجيب صفقات فعلاً بقى بدايته في الموسم من أول ما بدأنا مباراة لإسماعيلي أول مباراة في الموسم لأن الأداء مختلف خالص والشكل متغير خالص بمعنى أنه غيرت التكتك وغيرت طريقة اللعب بأنه أنت تخلي حمد فتحي ساقيت قدام السرد بكين وتلعب بتلاتة تلاتة أربعة تلاتة أنت غيرت طريقة اللعب وده المدير الفني الزكي اللي بيسمع للجمهور وبيسمع لمجلس الإدارة وبيسمع للناس مش ماشي بدماغه فقط لغيره بيسمع للجهاز المعاون فهو أنا بشوفهم من الناس الأسكية جداً بيعرف يتعامل في المباراة الكبيرة وفي النهايات كويس جداً حق بطولات في وقت قصير جداً ده رقم قياسي وتاريخي طبعاً الراجل يعني لو استبر على كده هيعدي منه هو ماشي هو ماشي في طريق ما شاء الله عليه يعني وربنا يحفظه من رب الفرق اللي معاه معاه العيبة وصفقات كويسة جداً في تحقيق بطولات أكتر انت عارف جمهور نادي الأهلي ما بيشبعش بطولات لكن أنا بشوف أنه في المباراة الكبيرة المهمة بيعرف يذاكر فعلاً المنافس بيعرف إزاي يلعب بطريقة لعبه معينة ياخذ فيها اللي هو عاوزه كلنا كنا بنلوم في بداية الموسم إزاي نادي الأهلي في ماتشات صغيرة بيلعب 3-4-3 احنا كلنا كنا متعودين على نادي الأهلي بيلعب 4-2-3-1 تغيير طريقة اللعب أفاد النادي الأهلي في المباراة القوية وفعلاً بقى هو ده السيستم النادي الأهلي بيلعب بي وبدأ السيستم اللي بقى منتخب مصر بيلعب بي فمصر المسلماني بحقيه على الفترة اللي فات الأضاءة مع نادي الأهلي بتمنى له طبعاً التوفيق في المباراة الجانية دايماً كل اللي جاي بيبقى أصعب اللي فات خلاص فات النادي الأهلي متعود دايماً أنه بيفرح في أي بطولة وتاني يوم بيقفل الصفحة وبيبصر الوراء فاللي جاي أصعب من اللي فات فبنتمنى يا رب إن شاء الله الفترة الجاية يكوننا أفضل مين الأجاد من وجهة نظر كابتن محمود سامير في البطولة دي بشكل عيب عشان ندي كل اللعيب حقه ممكن نقعد حلقتين ثلاثة لكن باختصار في لعيبة أنا ما كنتش متوقع منهم الأداء المبهر ده خاصة في كاس عالم عندها بطولة كبيرة ودايماً بقولها إن المباراة الكبيرة والبطولات الكبيرة هي اللي بتظهر اللعيب لما بتحط تحت موقف صعب بيبان إمكانياته ما فيش شك طبعاً محمد عبد منعم بأداءه مع منتخب مصر فرق معاه كتير جداً إنه هو رجوعه للنادي الأهلي وأول مباراة لي ببطولة ببرونزية في كاس عالم أندية دي حاجة تحسب للنادي الأهلي في البداية إنك تطلعه إعارة يستفات سنة سنتين ويرجع بالقوة دي ويفيد منتخب مصر ويفيدك كنادي أهلي دي حاجة تحسب لإدارة النادي الأهلي ولجنة تعاقدات في نادي الأهلي أحمد عبد القادر من أكتر بص أنت لعيب حريف والحريف بيقرأ وبيحس أكتر بالعيب الحقيقة واحد من الناس المبشرة جداً والوعيدة بص خلينا نكون صراحة أنا بقالي سنتين تلاتة مفتاكت في النادي الأهلي الهافين الحريفة أن يبقى عندك لعيب زي أحمد عبد القادر ما شاء الله عليه ظهر بمظهر مع اسموحة تحسب لكابتنا أحمد سامي واسموحة أنه هو ظهر بالمظهر ده وأنه يرجعه لنادي الأهلي بقى بالشكل ده فدي تحسب لسموحة أولاً ثم أداءه اللي احنا بنشوفه الفترة دي أحمد عبد القادر من لعيب الحريفة اللي عندهم ثقة في نفسه ونادينا لما تلاقي لعيب حريف منتج وحطت تحتها خطين تلاتة لعيب حريف منتج فيه لعيبة حريفة كتير جداً في الدورة المصري لكن مش كلهم منتجين أحمد عبد القادر اللعيب حريف منتج عنده قوة دفاعية هيلة عنده النواحي الهجومية ينقى لك من الدفاع للتلت الهجومي في أسرع وقت عنده المهارة أنه يصنع أهداف عنده المهارة أنه يحرز أهداف على ما أعتقد أحرز 11 هدف مع سموحة فلعيب حريف منتج سيكون الموضوع مختلف معه خاصة لازم يكون متواجد في منتخب مصر لسه أقول لك فرض نفسه على مستكيروش طبعاً يعني أنا أتكلم معك بصراحة لما نيجي نشوف أداء أحمد عبد القادر مش في كاس علام قندية كمان قبل كاس علام قندية هو كان لازم يكون متواجد في منتخب مصر أفضل من الناس كتير جداً في مكانه يعني لازم يكون متواجد عشان كده أنا بأ تتكلم على بطولة أمم أفريقيا أنا بس بتمنى له أنه هو يشتغل على نفسه جثمانياً لأن أنا بشوف المستكيروش هو بيبص دايماً للحتة الجثمانية عشان النواحة الدفاعية والهجومية مع بعض وهو مش عايز لعيب في النواحة الهجومية فقط لغير هو عايز لها بلعب 2-8 أنه هو يكون الارتداد بتاعه في النواحة الهجومية والدفاعية قوي فأنا بتمنى له أنه هو يشتغل على الحتة دي هتفرق معاه جداً من الفترة الجاية صحيح وقدر البطل أنه يواجه الأبطال قلت لحضراتكم أنه الأهلي في خلال أسبوع قابل ثلاث أبطال من قارات مختلفة يعني قابلنا منتري من أمريكا الشمالية بارميراس أمريكا الجنوبية الهلال السعودي من أسيا وراحين نقابل الهلال السوداني في أفريقيا خلينا نتكلم على مطش الهلال وعلى أداء الأهلي في الفترة اللي جاية بس خلينا نروح واسمحونا نروح لفصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع كابتن محمود سامير أنت كجمهور خارج من بطولة زي بطولة كاس العالم قابلت فيها الكبار من كل القارات وانت متأكد أن عندك فرقة تطمنك وتمتعك وتكسبك يعني التلات حاجات دول معادلة اللي يتمنيها أي جمهور كرة في فرقته والأهلي عمل ده بنجاح كبير جداً وباقتدار أمام الكبار في كاس العالم للأندي هتحافظ إزاي على ده والبداية من مطش الهلال يعني أنا قلت لحضراتكم أنا مش قلقان من حتة تعاقب المطشط الجدول المزدحم جداً 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 اللي هنواجهه بداية من يوم الجمعة الجاي تريك تراك يعني ورا بعده كل ورا بعده لكن مش قلقان لأن انت لعبت مطشين زي مونتري وزي الهلال بفرقتين تقريباً مختلفتين ومع عودة الأسماء بسبب الغيابات بدر بنون أكرم توفي عمار حمدي بيرسي تاو صلاح محسن يقول الأسماء دي لما ترجع هيبقى عندك وفرة كبيرة جداً تقدر تلعب بفرقتين في كل البطولات لكن السؤال الأهم إزاي تحافظ على على الأداء والمتعة والشخصية والمكسب في المطشاط اللي جاي وده سؤال هتراحه على كابتن محمود لأنه الحقيقة في وجوه جديدة جداً أثبتت وجودها ونقدر نقول كابل لغة الكرة حجزت مكانها في تشكلة النادي الأهلي هل تتوقع أنه بدأت من مطش الهلال مستر موسيماني راهن على المجموعة الأخيرة اللي نجحت فيه مطش الهلال السعودي وإحنا رحينا للهلال السوداني ولا تتوقع أنه يكون فيه تغييرات أو فيه أسماء ممكن تاني ترجع للمشهد كانت بتلعب أو بتشارك بصفة أساسية طبعاً في البداية كنت بتكلم معك وقول لك أنا قاعد مثلاً بتفرج عن نادي الأهلي بقيت مرتاح أن أنا شايف مجموعة العيبة وعناصر صغيرة تطمنك لخمس سنين قدام وده الطبيعي في نادي الأهلي أنه دائماً بيشتغل على المدى البعيد أن يعرف يخلق جيل صغير يخش وسط الجيل الكبير ياخد منه الخبرات عشان يكمل الفترة اللي جاية فبقيت أعد متطمن من الشكل اللي أنا شايف في نادي الأهلي والأعمار السنية اللي موجودة في نادي الأهلي ما فيش شك أن فيه العيبة حجزت أمكانها في نادي الأهلي ويستحقوا أنهم يكونوا متواجدين في التشكيل الأسية لكن فيه حاجة مهمة جداً بشوفها يا زكاء من مستر المسلمان أنه بقى عنده لا يقل عن 18-19 لعيب هم جاهزين قريباً ودي حاجة مش موجودة في أي نادي الفترة اللي فاتت دي كلها الإصابات لنادي الأهلي بشوف طبعاً من أكثر الفرق اللي عندها إصابات ينادي الأهلي على مستوى قري عندك فرقة كاملة لكن بيعرف تشكيل فرقة ما غايبة عن مطر بيعرف يجاهز لعيبته كويس جداً عن مطر الهلال الصعودي بيعرف يجاهز لعيبته كويس جداً عنده أكثر من 18-19 لعيب جاهزين فأريدي اللي هيكون جاهز وحسب المباراة فأريدي أي لعيب اللي بتشيرت نادي الأهلي بينزل بموت نفسه لكن بشوف أن أفضل طريقة وشكل الأهلي بيلعب بالفتر الفاتح زي ما هو مكمل مباراة الهلال أكيد طبعاً مفيش شك أن أي مباراة نادي الأهلي بيلعبها هي مباراة مهمة وده اللي بينجح لعيبة نادي الأهلي وبينجح جازر فني نادي الأهلي أنه بيحترم كل الفرق سواء في دور مصر سواء في بطولة أفريكيا سواء في كاس عالم أندية هو مكسب نادي الأهلي احترامه للخصم دايماً بغض النظر عن اسمه طب خليني أقول لك كجمهور تمام من وجهة نظري اللعيبة تقريباً حاجزة أماكنها يعني هقول لك علي معلول وجنبه ديانج والسولية وفتحي تمام معادة ذلك أنا شايفها كلها مناطق مشتعلة صح مظبوط ولا إيه يعني حط الدفاع النهاردة معدخول كمان محمد عبد المنعم ورجوع بدر بنون هيبقى عندك وراء ضرب نار طب خليني نقول ديميزة والعين عندك هاني وصل يعني خد استعاد جزء كبير جداً مستوى وقدم بطولة محترمة جداً أكرم لما يرجع كريم فؤاد ما قدرتش طلعه برد حسابات لأنه تراهن عليه بقوة قدام بقى المعركة الكبرى يعني قدام عندك يعني أخصوصاً مع الطريقة الجديدة دي هتضطر تريح أسماء تقيلة جداً طيب خلينا نقول أنت قلت مثلاً دلوقتي أن في أربعة حاجزين أماكنهم ديانجي وحمدي والسلية لو لك وجهة نظر مختلف أسمحها تمام الأربعة دول فرن وقريدي هم أكتر أربعة لعيبة بيشاركوا ونسب مشاركة عالية جداً وحاجزين أماكنهم تتكلم بعد كده على ست لعيبة أو سبع لعيبة هل دي ميزة ولا لعيب أن في لعيبة حاجزة أماكنها وفي لعيبة لا يعني أنت مثلاً بتبقى تاهي في الدفاع عبد المنعم ولا ياسر براهيم ولا أي من أشرف ولا بانون ولا روم ربيعة ولا متولي لما يرجع دي ميزة ولا لعيب أي شايف إيه من أجل مش عارف يعني قول لأنت يعني أنا اللي أنت قلت كله يطمينني يعني وبرضو فيها يعني بزاد خط الظهر مين جنب مين لأن دي بتفرق أنا بشوفها ميزة قصرة الشراك الأهلي في البطولات أنت بتحتاج فعلاً أكتر من 16-18 لعيب يكونوا جاهزين أخذ بالك برضو هقول حاجة كمان معلش ونحن نتكلم على خط الدفاع تحديداً برضو خط الدفاع الأهلي في مطشة الهلال تحديداً لم يختبر بقصرة طبعاً يعني فهم ما تقدرش يعني طبعاً كلهم إمكانياتهم عالية جداً ومستوياتهم وعبد المنعم عنده شخصية ولعيب واثق ولعيب كورة وأنا بحب المدافع لما يكون لعيب كورة فبالتالي مين كمان جنب مين يعني بدر جنب أيمن ياسر جنب بدر عبد المنعم يعني فهم قصد التشكيل هو دايماً السبات الدفاعي ببقى أهم خط في التيم إنه يكونوا الأربع الوراء دايماً سبتين ما بقاش فيه تغيير فيهم وهي دي بتبقى حاجة مهمة جداً لكن نادي الأهلي طبعاً الظروف اللي بيمروا بيها بإصابة بدر بنون وشوية متولي وشوية ساعات أيمن أشرف في ساعات ياسر إبراهيم فبتضطر أن أنت تلاقي باللي متاح قدامك ودائماً المتاح اللي بيلعب بيقدي ياسر وربيع عملوا يا ربيع كانوا أولانية في مطش المتري الجمهور اختار ربيع ما أنا أبدأ مطش وياسر في مطش الهلال ده ماشاء الله يعني مدافع ومهاجم مساكوا رأس حربة فبقى عندك مجموعة لعيبة في النواحة الدفاعية ما تقلقكش خالص لكن زي ما قلت لك قصرة الإصابات صراحة على مستوى عالي جدا مين اللي أعرف في مطش الهلال مطش الهلال هو نفس التيم اللي فنش مباراة الهلال السعودي هو هو اللي هيلعب به مستر موسيماني مش هيقدر يلعب في التشكيل في حاجة خلص محمد هاني وعلي معلول وعبد المنع مياثر إبراهيم وحمدي وديانجي والسولية ومحمد شريف وعبد القادر ويمين هيبقى طاهر مع عودة برس طهر جيمين آه يمين طهر كان من أول ملاعب مع مستماني بيلعبه بيلعبه شمال بسيار ظروف هي اللي خلقت إنه هو يكون متواجد لأن عبد القادر بصراحة متفوق في حتته مع علي معلول عاملين جابها كويسة جدا ودائما بشوف اللعيب الحريف بيفهم اللعيب الحريف لزيه علي معلول من البكات الليفت الحريفة اللي عندها كرة هيل عشان كده تلاقيه من أفضل بكات الليفت في النواحي الهجومية في الدورة المصري ببعض الأوقات بتحسوا جناح طبعا يعني تحسوا لو لعب وعشان كده مستماني دايما بيرمي أيمن أشرف هو اللي وراء لما يكون أيمن أشرف بيلعب مع بدر بنو عشان يدي الحرية لعلي معلول في النواحي الهجومية وعليك تواهج كمان لما حامد يبتدى ينزل طبعا بيغطي طبعا تحت يوم فبقى مرتاح شوية في النويت بالضبط جابهة عبدالقادر ومعلول بشوفها كميتهم ماشي كواس جدا مع بعض عايز تثبت ناحية الشمال يعني بصراحة بشوف طالما الكيمية بتاعت الاتنين دول ماشيين مع بعض زي ما كان أيمن أشرف وبدر بنو كميتهم ماشي مع بعض في فترة طويلة فالجابهة دي يعني مشي كواس جدا فبشوف أنه نفس التيمي اللي مفنش به مبراطل إله السعودي هو اللي هيبدأ به الناحية الثانية طهر طهر ومحمد طبعا محمد هاني يعني ما شاء الله عليه لو لا رجليته وفي التمرين الفترات اللي فاتت هاني قاعد فترة كبيرة جدا ما بيلعبش لكن أنه بيجي يظهر في أول مبرار الكاسعالم أندية وبيحرز هدفه بيكسف فرقته من أحد أسباب المكاسب ويبقى على نفس المستوى بتاعه والقوة البدنية بتاعته فتحسب لي أنه تهي في فترة عشان كده ربنا اداله تاني أنه يكون متواجد في مكانه وطبعا بتمنى الشفاء لأكرم توفيق دايما لو عندك اثنين لعيبة تقال جدا في مكانهم بتبقى متطمن وثلاثة طبعا وكريم فوقات انا شوف كريم بصراحة برضو طبعا إضافة برضو لنادي الأهلي فتبقى متطمن أنه عندك في كل مكان أكتر من اثنين ثلاث لعيبة فمحمد هاني ماشي بشكل كويس جدا ومنتخب مصر محتاجوا لفترة الجاية ودي حاجة مهمة جدا لازم يكون التارجد بتاعه هو منتخب مصر هاني وعبدالقادر لازم يكون موجودين مع منتخب يخش على تسجيل لازم يكون ده التارجد بتاعهم الفترة اللي جاية قبل مباراة السنغال لأن هتفرق معهم جدا لو ربنا قرمنا وكسبنا وصعدنا كاس عالم أن يكونوا متواجدين في كاس عالم هاني وعبدالقادر مكانهم في منتخب مصر محتاجهم احنا بشوف ان الجيل ده بداية جيل دهبي جديد يعني طبعا كل اجيال الاهلي حققت بطولات وكل بس فيه جيل بيتخلق كده تلاقيه بيسيطر على كل حاجة بره وجوه جيل صغير وخد خبرة خد خبرة لابتنين كاس عالم أندية وحقق فيهم برونزية فبقى خلاص عنده حاجة للخوف ده كسر طيب اروح لقدام بقى قدام الطريقة اللي انت بتقول عليها التلاتة اربعة تلاتة دي بتفرض على موسيماني انه يقعد اسماء اولا طبعا كلهم امكانياتهم كبيرة جدا ما نختلفش عليهم وكان ليهم دور مهم جدا مع الفرقة الصراع هيكون بين ستة اسماء او سبعة اسماء تاليما في الحتة دي هيكون صراع قاسي جدا موضوع صعب وقاسي بس هنقول حاجة ان كل فترة لها طريقتها لو شفنا الموسم اللي فات النادي الاهلي كان مستر موسيماني بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد فكان دايما افشة متواجد عشرة وفيها بين جنبه كان الشحات وطاهر فاصبح طريقة اللعبة اتغيرت فاصبح ان الاشكالها هتتغير والوضع هتتغير انت بتلعب بطريقة معينة بتنفس تكتيك معين فكل مكان ليه متطلباته زي ما بنقول فبشوف ان فيه حرب طبعا في التلاتة اللي قدام اللي هيلعبه ممكن نتكلم عن اتنين بس لان الراس حربة بتاعك عندك شريف وحسام حسن ومحمد شريف هو هيبقى يعني بشكل اساس الفترة اللي جاي هو اللي هيكون متواجد اكتر مع ان في بعض الاوقات ساعات مستر مستماني بيفاجئنا ويدخل بيرستاو وبيقدي فيها برضو بشكل كويس لكن بشوف هي الازمة عند المدير الفني في الهوفين عندك في الهوفين دول لا يقل عن تسعة عشر لعبة مطالب انك تختار اتنين منهم وفيه اتنين قاعدين بودلة فحرب طبعا كبيرة جدا فالله يكون فعون مستر مستماني الطريقة شوية الطريقة اللي نجحت مع مستماني من بداية المسم تلاتة اربعة تلاتة نلعب بتلاتة في وسط الملعب او بيتاير هاني وطرفين هاني ومعلول ويرجع حمدي بين قدام دي فلقت مع الاهلي جدا هجوميا يعني انا شايف ان الطريقة دي هجوميا الاهلي محقق مكاسب على كل المستوات وعمل اسكرات ولاعب كرة حلوة طبعا نفس الطريقة دي استقر عليها الحمد لله الحمد لله يعني مستر كارلوس كيروش مع منتخب مصر ورغم ان المنتخب بيدوم في كل المراكز تعيبة كويسة الحمد لله ان اختياراته يعني في بطولة افريقيا كانت كويسة لكن الطريقة دي لم تنجح هجوميا على اطلاق مع كارلوس كيروش نجحت دفاعيان او ووصلتنا المباراة نهائية او لكن كرة المنتخب ليست هي الكرة الممتعة الكرة الحلوة التي تقدر تسيطر فيها على المباراة تفرد رتمك تفرد ايقاعك ما عندك خطورة هجومية التباين ده رغم انها نفس الطريقة ليه الانسجام طبعا يا انت مثلا بتتكلم في النادي الاهلي لما بيججي لعب طبعا نجح الطريقة دي كمان في النادي الاهلي او السليه وحمدي وديانج التلاتة دول هما نجاح الطريقة سليه وحمدي ومعهم انني بدل بديانج هم اللي في نص يلقى بديانج على حق لا أكيد لا والله أنني عمل بطولة والله العيب محترم وعيب كبير ومكافأة من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يكون متواجد في تشكيل منتخب أفريقيا من 11 لعيب ده تعب في بطولة أفريقيا فاتوح على الشمال عمر كمال عبدالواحد على اليمين الاثنين لعبين بطولة ولا أحلى ولا أجمل الوينشي وعبدالمنعم نفس الحكاية المشكلة فينا في النادي الأهلي مثلا بشوف أن فيه حرية كبيرة جدا بيبقى السولية بيزيد وهو مرتاح وعارف أن ديانجي وحمدي مقفلين الدنيا وبيشوف السولية في المنتخب بيسدد كم تزديد على المرمى وفي النادي الأهلي بيسدده بيجيب جوان قد إيه في الماتش الفات بتلاقي حمدي في الـ 18 بيطلع بدناغه وياسر إبراهيم بيكمل بيحط جول لا الديفندورات في النادي الأهلي في الزيادة الهجومية بتاعتهم بيخلقوا الفارق مع نادي الأهلي فمنتخب مصر أنا كنت بشوف أن فيه تحفز شوية من مستر كروش في زيادة الديفندورات في المباراة أمم أفريقيا يعني بشوف أنه ما كانش وغدين أدوار هجومية كبيرة على قد مهما كانوا وغدين أدوار دفاعية كتيرة صحيح ماتش الهلال شايفوا إزاي وتوقعاتك للمباراة اللي هتتلعب بره مصر إن شاء الله طبعا بتمنى الهلال جريح لأنه خاصرهم أول ماتش لأهلي طبعا ما لعبش الجولة الأولى إنه كان شارك كاس عالم فتلعب ماتش الهلال وسانداونز والهلال خسر أول ثلاث نقاط هيلعب هيستقبل أهلي على ملعب ما في الشك طبعا مباراة صعبة على الهلال مباراة صعبة على الهلال لأن النادي الأهلي جايل وبنشوة وفرحة ومحقق برونزية في كاس عالم أندية واللعيبة في أفضل حالتها فبتمنى طبعا النادي الأهلي التوفيق وخلاص طبعا أفدنا القصة بتاعة كاس عالم أندية وفتحنا دوري الأبطار خلاص بسهد بارك لهم وبنبدأ دور الأبطال من جداية فأكيد طبعا مباراة مهمة النادي الأهلي اللعيبة بتبقى عارفة إيمي تشورت النادي الأهلي وهي داخل أي بطولة مباراة إن شاء الله اللعيبة تبقى على قد المسئولية وقد المستوى اللي الجمهور بينتظروا منهم دايما بإذن الله بداية مشوار الحداشر وإن شاء الله الحداشر أهلوية مشكرة بشكرا جزيلا شرفتوا نوارتك كابتب محمود دايما سعيد بكون متواجد معك ومبروك مرة تانية مبروك علينا وعلى جمهور نادي الأهلي ومبروك على كل جماهر نادي الأهلي تحياتي لحضراتكم ونتقبل بكرة إن شاء الله على كل خير